السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعي القناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد وحلاء جديدة في البداية متنساش صلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات وكمان اتلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاك النادي الاهلي ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ اخبار النهاردة واللي كالعادة بنبدأها من داخل النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي بيستعجل اتحاد القرى لتحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كاس السوبر المصري المباراة اللي هتقام في ملعب برج العرب بين النادي الاهلي ونادي تلاقي الجيش في السوبر المصري في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء اللي قد حصل عليها بعض اللاعبين اللي الصفقات الجديدة اللي انضمت للنادي الاهلي في فريقهم السابق وتحديد الموقف كاملا من النحيتين القانونية واللائحة لها أولئك اللاعبين كمان بالنسبة لأكرم توفيق وإصابة أكرم توفيق النهاردة الحمد لله شارك أكرم توفيق في مران اليوم بعد التأكد من سلامته بعد الكدمة اللي تعرض ليها خلال لقاء المقاولين العرب وأكرم توفيق بإذن الرحمن جاهز للمشاركة في مباراة طلاقع الجيش كمان النهاردة طاهر محمد طاهر غادر مران النادي الاهلي مصابا وموقفه من مباراة السوبر هيتحدد خلال الساعات القادمة أو بإذن الله غدا بأقصى تقدير ونتمنى تواجد كل العناصر الهمة داخل النادي الاهلي في المباراة لأن النادي الاهلي كل اللاعبته مهمة في أي مباراة مصرية زي مباراة السوبر المصري مباراة سعين ديئة ببطولة بكاس للسوبر المصري كمان تعال نروح لأخبار نادي الزمالك والكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة نادي الزمالك طبعا موقوف فترتين من القيد وده رسميا خلاص بقى نادي الزمالك موقوف فترتين من القيد بأمر من الاتحاد الدولي لكورت القدم وهي الفيفا وكمان نادي الزمالك مديون لطوب الأرض نادي الزمالك عليه مديونيات تقريبا على حد علم أو على كلام كابتن حسين لبيب 38 مليون جنيه مديونات بس على نادي الزمالك و كمان أزمة اللاعبة ومستحقات اللاعبة اللاعبة مش عايزة تتمرن وتتمرد على نادي الزمالك وكمان رفضة تنزل المران لكن على الجانب الآخر بقى اتحاد الكرة اتحاد الكرة النهاردة نزل بيان رسمي وقال فيه تم مده فترة القيد ليوم 7 أكتوبر القادم بدلا من 20 ستمبر وده طبعا كله عشان خاطر بس الزمالك يلحق يحل أزمة وقف القد ويدم صفقاته ويقايد صفقاته الجديدة طبعا دلوقت عرفنا مين هو نادي الدولة ويا ريد جمهور نادي الزمالك تكون فهمة ان اتحاد الكرة وكل رموز وعناصر اللعبة داخل جمهورية مصر العربية بتعمل على نجاح منظومة نادي الزمالك وفوز نادي الزمالك بأي بطولة ان كل منظومة الدولة مش عايزة تحبط نادي الزمالك مش عايزة توقع نادي الزمالك لكن رموز نادي الزمالك هي اللي بتحب توقع النادي وهي اللي بتحب تهد في النادي وده كان على كلام والكلام ده طالع من لسان الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي كمان أما بالنسبة لإعلام بقى الإعلام المصري الإعلام الرياضي المحترم اللي المفروض هو بيتسم به الحيادية في القنوات الرياضية في مصر ويقناة On Time Sport أو قناة On الزمالك النهاردة بعد كل اللي بيحصل من مشاكل وأحداث داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة فما فيش أي إعلامي ولا خبر في برنامج على قناة On Time Sport تناولت أي أزمة حصلت في نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت حتى اللعيب الهارب حمد النقاذ اللي رجع بلوية دراع طالعين يبرر رجوعه وبيقولوا النصف قديم مهمة لنادي الزمالك وهي الهاشين نادي الزمالك ويوم لما احنا كجماهير النادي الأهلي عملنا هاشتاج On الزمالك سبورت اتقمصوا والدنيا تقربتهم ما عادتش وطلعوا بيان وعملوا روبورتات على كل الصفحات الأهلوية عشان خاطر يقفلوا الصفحات دي كرد على الهاشتاج اللي عملوه يعني حقيقي الإعلام وكل منظومة اللعبة أي مسؤول داخل مصر بيعمل على نجاح منظومة نادي الزمالك اللي هي أساسا فشلة في إدارة نادي الزمالك يعني كمان حقيقي الحاح مسؤولي نادي الزمالك دائما وابتزازهم العطفي لجمهور النادي عشان يتبرعوا للنادي من أبجح المواقف اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك يعني كمان مش كفاية أن نادي الزمالك أو مسؤولي نادي الزمالك مؤسسة إدارية عشوائية ومؤسسة فشلة مش عارف تكفي نفسك كمان أنت هتلبسها للجمهور العطفي اللي بطبعه بيحب ناديه ويعاوز يعمل أي حاجة عشان خاطر يشوف أن النادي بتاعه أحسن نادي في الدنيا أحسن نادي في العالم فأنت بتلعب على عطفة بتاعته وعاوزه يتبرع يعني أنت بتطلب من جمهور أغلبه من الطبقة المتوسطة لو ربنا كرمه أوي أوي يعني هيكون بيقبض مثلا حدود 3000 جنيه في الشهر فإنه يحط من مرتبه ده في صندوق دعم نادي الزمالك عشان خاطر واحد زي يوسف أوباما يقبض 14 مليون جنيه في السنة فده حرام ده حرام لما واحد يكون قبضه 3000 جنيه في الشهر يروح يدي 100 جنيه اللي واحد بيقبض 14 مليون في السنة ولا محمد عواد اللي بياخد 15 مليون وهو قاعد على الدكة فده أكبر حرام وإنتوا المسؤولين عن نادي الزمالك بيلعبوا بالملايين لعب بيلعبوا بالملايين لعب واحد زي كابتن محمد الأترابي أو الأستاذ محمد الأترابي واحد زي كابتن حسيلة بيه بالناس دي بتلعب بالفلوس لعب بالملايين أو بالمليارات واحد زي كابتن خالد الغندور ورموز نادي الزمالك كلهم رموز كبيرة على رأسنا من فوق وحدس ولا حرج ليه الرموز دي ما يتبرعوش للنادي ولا هم بس بيحبوا يقضوا اللقطة ويطلعوا على التلفزيون والسوشيال ميديا يا جماعة تبرعوا لصالح النادي بتاعكو احنا بالناشد الجماهير اللي بتحب النادي يتبرعوا للنادي طب ما تتبرعوا انتو سيبك من المواطن الغلبان ولا المشجع الغلبان اللي بيقبط 2000 ولا 3000 في الشهر اتبرع انت واحد زي خالد الغندور مرتبه من قناة نادي الزمالك بيطلع 3 ايام في الاسبوع مرتبه لا يقل عن 200 ألف جنيه في الشهر ليه انت ما تتبرعش ليه رموز نادي الزمالك ما يتبرعوش بكل واحد نص مليون دنيا مش هيقصر معاه في حاجة لكن النهاردة الاعلام كله اعلام سايب المشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك وكل الازمات اللي حصلت في نادي الزمالك وتصريحات كابتن حسين لبيب اللي قالها خلال الفترة الأخيرة سايبين ده كله ورايحين يمسكوا فيه أزمات داخل النادي الأهلي النادي الأهلي فيه مشاكل ايه هي المشاكل يا كابتن بيخترعوا أي حاجة بيقولك محمد محمود غطبان وعايز يمشي من النادي الأهلي محمد محمود اللي بقاله سنتين ما بيلعبش كورة بسبب الإصابة بتاعته أما جاله رباط صليبي مراتين ورا بعض من غير ما يلعب كورة وقعد في البيت وما بيلعبش طرع دلوقت يقولك محمد محمود مش حابب القعدة في النادي الأهلي طيب مصدرك ايه يا كابتن لا دي جدعانة مني هل ده مصداقية في الإعلام أو ده مصادر موسوك منها محمد محمود طلع قال مفيش أي حاجة وأنا علاقتي بمسؤولي النادي الأهلي كويزة جدا جدا جدا